الراكراكي يواجم لاعبي البطولة بشكل مفاجئ بعد إعلان لائحة المنتخب المغربية مدرب قلت سرايا تخذ قرارا صارما ندد حاكم زياش بعد عودته من الإصابة والآن إلى التفاصيل لكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو تشترك في القناة تدفع على زر الجرس باش توصلك انتلو والآخر الأخبار أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم وليد الراكراكي عن تشكيلة نهائية للفريق المغربية اتات هذه القائمة استعدادا لمواجهتين هامتين أمام منتخب إفريقيا الوسطى في طار التصفيات المؤهلة لبطولة كاس الأمم الإفريقية المرتقبة على أرض المملكة المغربية عام 2025 ولفت الانتباه في هذه القائمة غياب بعض الأسماء البارسة وعلى رأسهم النجم حاكم زياش وقد سار عراكراكي إلى تقديم إضاحات حول هذا الغياب الملحوظ موضحا أن زياش لم يشارك في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة في الفترة الأخيرة وضف المدرب أن اللاعب حاليا يخضع لبرنامج تأهيل بدني مكثف مما يفسر عدم استدعائه للمنتخب في هذه المرحلة ومن جانب أخر أثار اعتماد الرقرق على عدد محدود من اللاعبية الدورية المغربية أثار تساؤلات عديدة وفي هذا السياق قدم المدرب شرحا مفصلا لمعايير اختيار اللاعبين مؤكدا أن المنافسة على مراكز اللاعب في المنتخب الوطني المغربية قد بلغت مستويات عالية من الشدة وأوضح أن عاملية الاختيار تستند إلى مجموعة متنوعة من المعايير تشمل المستوى الفنية والقدرات البدنية والفهم التكتكي للعبة وعلى الرغم من محدودية تمثيل اللاعبية الدورية المحلية في القائمة إلا أن بغرغي حارس عن الإشادة بهم وبدورهم الحيوية في تطور كرة القدم المغربية وقد وجه لهم رسالة تحفيزية داعيا إياهم إلى مواصلة العمل الجد والمطابرة لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم كما شدد على أن باب المنتخب الوطني يظل مفتوحا أمام جميع المواهب الكروية في البلاد محفزا اللاعبين على بذل أقصى جهودهم للظفر بفرصة تمثيل وطنهم على الصحات الدولية وفي سياق متصل وجه رغرغي رسالة واضحة وصريحة لجميع اللاعبين مشددا على أهمية الاستمرارية والعمل التوب وأكد أن كل لاعب يثبت جدارته وأحاقيته باللعب مع المنتخب سيحظى بفرصته حتما واستشهد في هذا الصدد بنمادج من اللاعبين الذين بدأوا مسيرتهم في الدورية المغربية ثم تمكنوا من الانتقال للاحتراف في الخارج وصولا إلى ارتتاء قميص المنتخب الوطني المغربي وهذا في رأيها يؤكد أن الفرص متاحة للجميع وأن النجاح يأتي نتيجة للعمل الجد والتطور المستمر وفي ختام حديثه أشار وليد جراجي إلى وجود منافسة شديدة في بعض المركز داخل المنتخب وأوضح أنه يعمل جاهدا على اختيار أفضل العناصر التي تلبي احتياجات الفريق في كل مركز مع مراعاة التوازن بين الخبرة والشباب والمهارات الفرطية والقدرة الجماعية وتعكس هذه التصريحات والقرارات رؤية واضحة لدى الجهاز الفني للمنتخب المغربي تهدف إلى بناء فريق قوي ومتماسك قادر على المنافسة بقوة في البطولات القارية والدولية كما تؤكل على أهمية التخطيط طويل المدى وتطوير المواهب المحلية مع الاستفادة في الوقت ذاته من الخبرات الدولية للعبين المحترفين في الخارج ويبقى الهدف الأسمى هو تحقيق نتائج مشرفة في التصفية والاستعداد الأمثل لاستضافة كأس الأمم الإفراقية على أرض المملكة المغربية في عام 2025 عاد النجم المغربي حاكم زياش إلى ميادين تدريب مع فريقه التركي جالتسرية وذلك بعد فترة غياب امتدت لما يقارب الثلاثة أسابيع حيث شهد زياش يشارك بحماس في الحصة التدريبية الجماعية التي أجرها الفريق صباحا يوم ويأتي هذا التطور الإيجابي في وقت حساس حيث يستعد جالتسرية لمواجهة هامة في إطار منافسات الدوري الأوروبي فمن المقرر أن يلتقي الفريق التركي بنظر هاريغاس فوتبولا اللاتفي في مباراة تعد محطة مهمة في مشوار الفريق الأوروبي ويبدو أن عودة الزياش لتدريبات لم تسمح باستدعائه الفورية للمشاركة في المباريات فعلى الرغم من تعافيه التام من الإصابة التي لازمته طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية إلا أن المدير الفنية لقالة ساراي أوكامبورك اتخذ قرارا مفاجئا بعدم دم اللاعب المغربي إلى قائمة الفريق المسافرة إلى لاتفيا لخول اللقاء وتجدر الإشارة إلى أن إصابة جيهش لم تكن وليدة اللحظة بل تعود جذورها إلى فترة انضمامه الأخيرة لمعسكر المنتخب المغربي فخلال تلك الفترة شارك اللاعب في مبارتين هامتين أمام منتخبي الجابون والسوتون ولكن ووفقا لما تنقلت بعض وسائل الأعلم عاد زياش من هذا المعسكر وهو يعاني من إصابة على مستوى أوتار الركبة مما استدعى فترة راحة وعلاش ومن الجدار بالذكر أن مسيرة الزياج مع قلة ساراي في الموسم الجاري لم تكن طويلة حتى الآن حيث اقتصرت مشاركاته على أربع مباريات فقط في مختلف المسابقات وهذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في ضوء بند مثير للإتمام في عقد اللاعب مع النادي التركي ووفقا لهذا البند يتعين على زياش المشاركة في 15 مباراة على الأقل خلال الموسم الحالي حتى يتم تفعيل شرط التجديد التلقائي لعقده لموسم إضافي ويضع هذا الموقف زياش أمام تحدي كبير حيث يتوجب عليه الآن تعويض الوقت الضائع والعمل بجد مضاعف للوصول إلى العدل المطلوب من المباراة ومن المؤكد أن عودته لتدريبات تشكل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه لكنها تبقى مجرد البداية في رحلة طويلة نحو استعادة مكانته الأساسية في تشكيلة الفريق التركي ويبقى السؤال المطروح أهل سيتمكن زياش من تخط هذه العقبة والوفاء بشرط عقدها وكيف سيؤثر غيابه عن هذه المباراة على فرصه المستقبلية مع الفريق كل هذه التساؤلات ستجد إجابتها في الأسابيع القادمة مع تطور أداء اللاعب وقرارات الجهاز الفني لكارة السرعية ويبدو أن مستقبل حكم زياش مع ناديه الحالي يمر بمرحلة حاسمة فنجحه في تجاوز هذه الفترة الصعبة والعودة بقوة إلى الملاعب سيكون له تأثير كبير ليس فقط على مستقبله مع غالة السرعية بل أيضا على مسيرته الكروية بشكل عام ويبقى عشاق الكرة المغربية والتركية على حد سواء في انتظار ما ستفسر عنه أيام القادمة من تطورات في قصة هذا اللاعب الموهوب وصولكم مشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يشير لاتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وطع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم كما لا تنسوا العجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما